اشتركوا في القناة اله الشمس كان معروف باسم جسر جسرو بمعنى قدس اقداس امون اما دلوقتي فهو مشهور باسم معبد الدير البحري الملكة المصرية حتشبسوت اللي بنت المعبد في البر الغربي لمدينة طيبة ما بين عام 1473 وعام 1458 قبل الميلاد كان هدفها ان المعبد يكون رمز لتخليط ذكرها في التاريخ وعلامة تقدم للناس على مر السنين وصورة عن فترة حكمها وانجازتها اللي حققتها لمصر وعلشان كمان يقوم في التقوص الجنائزية للملكة بعد وفاتها المهندس المصري سيمونت الملقب بكبير سوقات امون هو اللي صمم المعبد واشرف على بنائه بأمر من الملكة واستخدم في عملية البناء الحجر الجيري وصممه بشكل مميز بيتكون من ثلاث طوابق متتابعة في كل واحد منهم صف من الأعمدة المرصوصة جنب بعض بشكل متوازي وفي المستوى التاني في فناء مفتوح قدام صف الأعمدة وموجود في مقدمة الفناء ده تمثيل للملكة بهيئة أزوريس إله الموتى معبد حد شبسوت مشهور بالنقوش والرسومات الموجودة في كل جدرانه زي النقوش اللي بتحكي قصة الولادة المقدسة للملكة والنقوش اللي بتوصف تقوص العبادات والأعياد الدينية ونقل المسالات من المحاجر لمعبد الكرنك وفي نقوش تانية كان لها نصيب كبير من مساحة المعبد بتتكلم عن رحلات الملكة التجارية لبلاد بونت وصورت النقوش دي سكان بلاد بونت وبيوتها وثروتها الطبعية حتى الحيوانات الغريبة اللي نقلها المصريين معاهم من هناك المعبد كمان في الوقت الحالي بيشهد على ظاهر التعامد الشمس على قص الأقداس في شهر يناير وشهر ديسمبر من كل سنة ويعتبر حدث تعامد الشمس المتكرر على عدد من المعابد والمعالم الأثرية القديمة سر بيضاف لأسرار تفوق المصريين القدماء في علم الفلك والهندسة وظاهرة بيهتم بدراستها والتسويق ليها المهتمين بالحضارة الفرعونية وكمان تفاصلها وده لأن المعمار الهندسي المعتمد على علم الفلك بيعتبر مؤشر قوي لحجم التقدم اللي وصلت له الحضارة في مصر القديمة وأخيرا من الأحداث المميزة اللي شاهد عليها المعبد حديثا كانت عروض أوبرا عيدة العالمية اللي قدمها أكتر من 140 فنان من نجوم الفن الأوبرالي والعازفين في أوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني حقيقي معبد حد شبسوت واحد من أجمل المعالم السياحية والتاريخية اللي أنصحكم بزيارتها لأنك تمبسطوا جدا هناك ودلوقتي بقى خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني شان نكمل حلقتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة